أعزائي صباحكم سعيد متواصلين معكم ببرنامج يوم جديد من هلأ حتى الساعة 11 صباحا على الهوى مباشرة بفقرات وضيوف مميزين بهالصباح معنا اليوم بهالصباح الإيكونومس الدكتور إبراهيم خليل دبور للحديث عن عيد الميلاد المجيد والتعايش الديني المسيحي الإسلامي اللي بتعيشه الأردن اللي خلت الأردن وحدة واحدة اللي خلت الأردن حاجز صد ومانع تجاه أي شكل من أشكال الإرهاب التكاتف وتعاطد المسيحيين والمسلمين في الأردن خلتهم يدوبوا في موطقة واحدة خلت إحنا ما بنعرف المسيحي من المسلم إلا أحيانا في الأوراق الرسمية معنا بها الصباح أبونا إبراهيم صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح النور كل عام أنت بخير كل عام وأنت بألف خير أبونا ويمكن يعني كتير من الطوائف المسيحية ألغت مظاهر الاحتفال بالعيد يعني تعاطفا مع أهل معاذ الكساسبه وهذا دليل على الأخوة التي تجمع المسلمين والمسيحيين أردنيين نحن والتعايش الديني هو مثال يضرب في المثل في الأردن بداية نحكي عن رسالة سيد المسيح في عيد الميلاد المجيد بهالصباح أبونا أولا أنا الرسالة ببدأها في رسالة السماء الملائكة عندما ولد السيد المسيح له المجد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة هذه الرسالة رسالة السلام فالمسيح هو ملك السلام وهو أيضا بأشعياء النبي يقول لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن ويدعى اسمه رئيس السلام فالسلام ليس فقط السلام الخارجي والسلام الإنسان مع الآخر وإنما أول شيء يبدأ للسلام سلام النفس سلام الذات يتنقى الإنسان من شوائبه من خطياء من حقده من أنانيته من تعصبه التعصب يعني جاي الكلمة العصبة والعصبة يعني واحد بيحطها على عيونه ما بيعود يشوف إلى نفسه نعم فمشاني كي السيد المسيح جاء لكي يزيل هذه العصبة حتى الإنسان يرى نفسه ويرى الآخر وبالتالي بصير فيه سلام بين نفسه وبين الآخر وأجمل وصية أعطانا يا سيد المسيح له المجد في أن يقول أحبب الرب إلهك من كل فكرة قلبك وذاتك وأحبب قريبك كنفسك من هو قريبي؟ قريبي هو الإنسان الآخر بغض نظر عن دينه وعن جنسه وعن عرقه عن أصله وعن فصله وعن ديانته وعن عقيدته نعم أنا أرى الله في الآخر أنا أرى الله في الآخر وبالتالي السلام الذي نادى فيه السيد المسيح هو أن نعطي سلام بيننا وبين الله إنسان يتنقى وأيضا سلام بيننا وبين الإنسان الآخر أول إرهابي في العصر المسيحي كان هيرودوس اللي قطع رؤوس الأطفال نعم أطفال شؤلهم زنب وبالتالي لأنه خاف على عرشه خاف على ملكه بالتالي هو قطع رؤوس الأطفال بفكره أنه رح يقطع رأس المسيح لكن المسيح ينتصر لأنه داعية سلام وكل داعي سلامه الذي ينتصر يعني باركوا ولا تلعنوا اغضبوا ولا تخطئوا ما الإنسان بفكره المزبوط هو أن يرى الآخر بطريقة سلمية صحيحة وأن يتقبل الآخر على علاته قد لا نستطيع أن نغير الآخر ولكن نستطيع أن نتفهم الآخر نعم فالمسيح جاء وقال من له أذنان للسمع فليسمع ما جاء لا بالحرب ولا بالسيف ولا بالقتل وإنما جاء برسالة محبة برسالة سلام والسلام الحقيقي هو أن يشعر الإنسان أنه قريب من الآخر وقريب من الله بس يعني أبونا كان يفترض يكون معنا اليوم أيضا مهندس مروان الفعوري للحديث أيضا عن دور الإسلام في مكافحة الإرهاب ونبدأ العنف لكن يبدو أنه فيه يمكن ظرف خاص يعني مهندس مروان حتى ما بيرد على التليفون لكن يعني رح نواصل حديثنا دايما منقول من أجمل يمكن العبارات عن الأردن بأنه تتعانق أجراس الكنائس مع أصوات المآذن لكلها توحد ربنا لكلها تحكي عن رسالة السلام في الأرض لنحكي مع بعض عن إديها البلد آمن ومستقر بقيادته بجيشه بشعبه يمكن يعني أبونا يعني كنا عم نحكي إديش ألغيت مظاهر الاحتفالات بالعيد أمس لحتى نقدر نكون مع بعض يد واحدة لشعور المسيحيين مع إخوتهم بالمصاب بمعاذ هذا يعني بهاي القضية الأردنية اللي هي أردنية بحتة هي بعيدة عن الديانات ولكنها بتوحد الأردنيين تحت مضلة واحدة ألغيت مظاهر الاحتفال أبونا للوقوف إلى جانب أهل معاذ الكساسبه تحكي لنا عن هاي النقطة قديش مهمة في الوقوف إلى جانب الأردنيين أول شيء أكبر نعمة ربنا أعطانا إيها للأردن هي بوجود السلالة الهاشمية والهاشميين منذ بدأ الإسلام كان فيه لهم علاقة جيدة جداً مع إخوانهم المسيحيين وحتى في فتح القدس من قبل الخليفة العادل عمر بن الخطاب كان فيه عدة أراء يعني الذي يقرأ التاريخ صحيحاً أنه على الجيش الإسلامي أن يقتل المسيحيين في القدس وأن يدمر الأسوار ولكن المزبوط كان فيه شورى ودائماً هي موجودة عند الهاشميين وبالتالي الخليفة عمر بن الخطاب استشار ومشي على رأي أيضاً الخليفة العادل علي الخليفة عادي قال له يا أمير المؤمنين أولاً زور الجيش الإسلامي الذي يحاصر القدس وبعدين اقبل معاهدة السلام والتعايش وبالتالي من جنب جيشنا والقدس وأهل القدس والمسيحيين من القتل وفعلاً هذا ما تم والمشورة أيضاً استمرت إلى كل التاريخ في السلالة الهاشمية أيضاً المسيحيين اندمجوا مع إخوانهم المسلمين وبالتالي نرى أن المسيحيين أصبحوا مواطنين ومن الدرجة الأولى مع إخوانهم المسلمين خصوصاً في طرد الصليبيين وطرد كل الغزاء من هذه البلاد وكان من المعروف أن القائد العسكري لصلاح الدين أيب هو عيسى العوام له كان رومياً أرثوذكسياً ومسيحياً نعم وبالتالي اندمج الدم الواحد واتقسمنا هذا الهواء وهذا الماء وهذا التراب والمسيحية المزبوط والقدسين كلهم بيعلموا أن نحبب الرب إلهنا وأن نحبب وطننا لأنه إن لم نحبب وطننا الذي نراه كيف سنحب وطننا الذي لا نراه بالتالي انطلاق المسيحي هو ليس أن يكون فقط مسيحياً صالحاً ولم أن يكون مواطناً صالحاً وخاضع لكل أنظمة الدولة وقلين الدولة وينشر السلام وربنا أنعم علينا بهذا البلد أيضاً بالهاشميين ومنذ عهد الإمارة والأمير عبد الله الأول بعد ذلك أصبح الملك وأبنائه جميعاً يعطون المسيحين كافة الحقوق والواجبات والمحاكم الكنائسية وكل شيء ودائماً في المعايدات المستمرة وأصبحنا جميعاً أسرة واحدة للعائلة الهاشمية والآن على رأسنا في هذه العائلة جلالة الملك عبد الله الثاني ونحن أفراد في هذه العائلة والعائلة ما في تفرق ما بين أب وابن أو ابن وابن أو بنت وبنت لغض النظر هذا الإنسان من وين كان كلناً أصبحنا إخوة ومندمجين بالتالي نحن أكثر من تعايش نحن أصبحنا وحدة واحدة وما يصيب أي أردني من مكروه هو يصيبنا كلهاتنا جميعاً وكله لما منفرح نفرح كلهاتنا ولما منستأكلنا بالتالي إحنا في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم المبارك أفضل من التعابير والزينة والمظاهر الأعياد هي أن نرفع صلواتنا إلى الطفل الإلهي المولود في بيت لحم أن يلهم أولاً هؤلاء الإرهابيين بالتعامل بالتعامل إنسانياً مع ابننا مع ابننا وهو كما هو ابن المسيحيين هو ابن المسلمين وكما حضى دين الإسلام على التعامل وبالتالي هو ابننا وبالتالي بكل معنى الكلمة ونحن نرفع صلواتنا إلى الرب الإله أنه يفك أسره بأسرع وقت ممكن ولا يصيبه أي مكروه وربنا بيقول في الكتاب المقدس غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله بالتالي مع العمل الجاد السياسي والعسكري في نمذ الإرهاب نحن نصلي إلى الرب الإله أن يبارك جهود مليكنا جهود جيشنا البواسل في أنه يبعد عننا الإرهاب يبعد عننا كل مكروه يعني أبونا كنت هيك بدي أعلق بس تعليق ممكن لما ذكرت المحاكم الكنائسية فعليا هي خارج خارج جمهورية مصر العربية المحكمة الكنائسية الوحيدة القبطية هي موجودة في الأردن وهذا دليل على أنه محكمة المسيحية الروم أردوكس هي موجودة في أدفع الأقضاء نعم وكل الطواقف المسيحية كلهم اللهم محاكم الكنائسية نعم لكن هاي يمكن دليل أكبر دليل على حرية الأديان يعني كيف الأردن غني بحب قيادته لأبناء الأردنيين دون تفرقة ما بين مسيحي ومسلم أو غيره نحن واحد أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات هذا هو الأصول وكل نبذ لهذه الحرية هو غريب عن مجتمعنا الأردني وغريب عن عائلتنا الهاشمية الكبيرة نعم هو غريب وهو دخيل وبالتالي هو فيروس هو بكتيريا وعلينا اجتتاثه بغض النظر شو كان أصله كان أصله من الغرب أو من الشرق وكثير من الأمم الغربية أو الشرقية هو هي تحاول أن تحسد هذا البلد بوحدته يعني كل البلدان اللي حوالينا الآن هي نار مستعرة نعم إلى الأردن السبب شو هو السبب هو أن هذا أن الأردنيين جميعا نشأوا وتربوا ورضعوا لبن الحرية ولبن احترام الآخر نعم بناء بعضنا البعض بغض النظر عن الدين يعني المسلمين والمسيحيين يحبون المسيح نعم فبالتالي جميعنا نلتقي عند قدميه يعني وحتى في الدين الإسلامي من أركان الإسلام الإيمان بالرسل والأنبياء أبونا أنتم كرجال دين مسيحي وأيضا حتى رجال الدين المسلمين كيف بتحاربوا العنف حتى نبدأ العنف وكيف نكافح الإرهاب من خلال الدين أيضا من خلال التعليم المسيحية سواء كانت أو الإسلامية يعني أولا بإظهار المحبة يعني كما يقول قديس عقوب أخو الرب أرني إيمانك وأنا بأعمالي أريك إيماني أولا لو شفتي هذا العيد وأنا المضبوط قمت مع كثير من الجمعيات المسيحية كانت توزع المعونات للفقراء والمحتاجين للمسلمين أولا ثم للمسيحيين وهذا أولا دليل محبة دليل محبة ودليل تعاون ودليل أنه عيد الميلاد هو فرح لكل المجتمع لكل الأسرة لكل العائلة زي ما أبركز على العائلة الواحدة والنسج الوطن العائلة الهاشمية بالتالي أولا هاي المحبة ما ممكن تكون مجرد كلام بدأت تكون نابعة من قلب الإنسان من محبة الإنسان من تربية الإنسان أيضا نبذ العنف يكون بالعظات بالتعليم إلهنا إله أولا كما يقول بولوس الرسول إله لإله نظام وليس إله تشويش نحن بالواقع نصبه إلى أول النظام لأنه بدون نظام بدون حكم بدون حكومات ما في سلام بشانيك بقول بولوس الرسول لتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله وإن أردت أن لا تخاف السلطان فاصنع الخير أو الصلاح بالتالي عمل الصلاح للجميع هو يرضي السلطان النقطة الأخرى هو محاولة فتح أبواب الحوار دائما مع الآخرين البناء الحوار البناء في الضوابط المشتركة في القواسم الكثيرة المشتركة بين المسيحي والمسلمين في العيش المشترك في الوطن الواحد في احترام الآخر الإسلام يحترم يحترم الإنسان نعم والمسيحية تحترم الإنسان وبالتالي نحن ننطلق من حبنا لهذا الإنسان فإن احترمت الإنسان احترمت المرأة احترمت الطفل احترمت الكبير احترمت الصغير فأنت تدعى ابن لله بغض نظر انت مين بتكون فالتعليم الأساسي هو فتح هذه القنوات وأن يتعرف أكثر فأكثر المسلم على المسيح والمسيحي على المسلم وأن يتعايشوا مع بعضهم البعض وبالتالي كل ما يأتينا من خارج يبقى يضرب في الصور الحصين المقصود هو أن نزيد من عظاتنا لعامة الناس لتدريب مناهجنا التربوية لتفاهم الآخر قبول الآخر محبتنا لبعضنا البعض أيضا تكون في عظات الجوامع في عظات الكنائس أنه يا جماعة الخير مش إذا إن أتل واحد من بنيجيريا مسيحي معناته المسلمين كلهم أصبحوا يعني إرهابيين أو إذا نقتل مسيحي في الموصل معناته إنه إحنا المسلمين كلاتهم أيضا معاذ ابننا هو مسلم ونحن نصلي لأجله فالإرهاب لا يعرف دين المفروض إخواننا أيضا الإرهابيين الإرهابيين وقول إخواننا إنه مشان ربنا يردلهم عائلهم يردلهم تفكيرهم يردلهم قلبهم يردلهم الإنسانية بتاعتهم لأنه أنت يا إرهابي بس أسألك سؤال إذا خسرت الإنسانية بتاعتك شو ضلي لك وإذا منحكي عن يمكن من أهم اللي حضت عليه الرسائل السماوية يعني مثل ما ذكرت أبونا إذا منحكي عن التعليم حضت الدين المسيحي على التعليم وأيضا أول ما جاء فيه كتاب المسلمين كان يعني لما نزلت الرسالة كانت اقرأ يعني هي التعليم التعليم هو مشترك السلام رسالة التسامح يمكن كمان من خلال قصة مريم المجدلية من كان منكم بلا خطيئة فلرجم أولا بحجر يعني أيضا التسامح هو واحد من أهم ما دعت له الأديان السماوية سواء كالمسيحية أو الإسلام يعني أكبر حرب المزبوط على الإرهاب هو التعلم التعليم ونبد الجهل هو بفتح أفاق كثيرة إلى الآخرين لما نتعلم نتعلم أن كيف خبرة الآخرين كيف جابه الآخرين مشاكلهم بالتالي إحنا أيضا نتعلم منهم ونقطة الأساسية قديش أنت بيكون علاقتك مع الله هل الله قال لك أقتل لا تقتل لا تقتل في القديم المسيح قال لك لا تقتل أما أنا فأقول من قل إخي إله يأحمق يستحق علينا رجهنم حتى في الدين الإسلامي أيضا كان حتى في التعاليم عند الفتوحات لا تقتل وهذا ما تعلمنا نحن وإحنا ظهار لما ما تقتع شجرة ما تقتل إنسان ما تقتل طفل حتى 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 المرتدين حتى المرتدين الرسول سمحهم واللي كانوا يحاربوه قال لهم ما تظهرون ترون أخ وابن أخ كريم قالوا فأنتم الطلقاء فأنتم الطلقاء يعني الإسلام على حتى المرتدين الذي لا يشكل خطورة عسكرية على الدولة الإسلامية كان كان لا يقتل صحيح لأنه هو عنده رسالة محبة رسالة سلام أيضا بالتالي يا إخوان الله ليس احتكارا على أمه الله ليس احتكارا على شعب الله ليس احتكارا على دين الله هو للجميع وكلنا نعبد هذا الله الواحد نحن اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد وإحنا دستور الإيمان بتاعنا المسيحيين بقول ولكل لاتنا نجتمع فيه أؤمن بإله واحد فالإسلام لا إله إلا الله وبالتالي الله الواحد جميعنا نعبده جميعنا نعبد هذا الإله الواحد فلماذا تفرق باسم الله ولكن إن أردنا أن نستخدم الدين لأمور شخصية وأمور ذاتية وأمور تعصبية سنجد الكثير الكثير في الإسلام والمسيحية من تبريرات لقتل الآخر لقتل الآخر ولكن إذا يجينا فعليا للتعاليم الأساسية بالإسلام وبالمسيحية يتحرم القتل وتنبذ العنف والإرهاب على طول الزمن أساسا مش بس تحرم القتل حتى تحرم أن نكفر الآخر طبعا تحرم أن نسيء إلى الآخر حتى باللفظ صحيح يعني أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق أتمنى لكم يعني أي سعيد إن شاء الله بهالأيام المباركة أيضا أبونا ترفع صلواتكم لإبننا معاذ وأيضا يعطيكم ألف عافية وشكرا لحضورك معنا بها الصباح نحن نشكر أول شي نرفع صلواتنا نجربنا يحفظ مليك هذه البلاد نعم حكومة الرشيدة والأمن العام وأجهزة المخابرات وكل من يتعامل وكل من يتعامل لأنه المضبوط بكل الأعياد الأمن العام عمره مأثر معنا لا في كنايسنا ولا في تنظيم السير ولا في الحماية ولا في دايماً بيسألونا إيش اللي بدكم إياه وهذا فخر هذا أكبر فخر لإلنا وهذا نعتز فيه نحن نعتز في جيشنا وبالتالي بعيد وبكرر أنه ربنا فك أسر معاذ ويعطي أهله القوة والرجاء دائماً ونحن أصحاب الرجاء الرجاء دائماً هو أساسنا في حياتنا ونترجى من الطفل الإلهي المولود في مغارة بيت لحم أنه يفك أسره ويحفظ هذا البلد من كل مكروه أمين أمين الله يحفظ هذا البلد يا رب ويحفظ مليكنا دائماً فوق راسنا عزائي متواصلين معكم بحلقتنا لليوم خليكم معنا